سؤال بيقول زوجي زوجتي غيورة جدا جدا وأنا تعبت من ذلك ممكن نصيحة بطل الحاجات اللي بتخليها تغير أول حاجة أنا أقول لك حاجات كلها إيه بي كلها ألف بي أول حاجة بطل الحاجات اللي بتخليها تغير في الغالب السيدات مبتغرش من اللاشئ أكيد بتغير من شي زوجتي بتغير يعني بتبالغ في حاجة الحاجة دي بلاها لو قادر أنها ما تبقاش موجودة في ناس طبعا عندهم أحوال غير متزنة في مسألة الغيرة طبعا لكن لو أنت قادر تمنع الحاجات اللي هي بتغير منها ما تعملاش تاني حاجة الغيرة يا سيدي لما بتقبل مبالغ فيها ما يبقاش مقصود بيها الغيرة هي المقصود بيها أنها محتاجة تطمئن أنها تفضل معك على طول تاني يا عيد الكلام مرة تاني الزوجة لما بتكون بتغير جدا 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 وبشكل كده أقرب الشكل المرضي هي بتبقى محتاجة حاجة تطمئنها أنها لأها تستمر في حياتك فأنت لازم تقولها حاجة ولا تعمل معها حاجة تحس بيها أنها مستمرة في حياتك إزاي يعني أن أنت تفضل طول الوقت بتكلمها على مستقبلكم ومشترك ليس متكلمين من شوية يا مهل أنا بقولك بتغير علي أروح أكلمها على مستقبلكم ومشترك أيوة اعمل زي ما بقولك كده طيب يعني يبقى أول حاجة أنا قلت لك إيه بطل الحاجات اللي هي بتسبب لها الغيرة تاني حاجة كلمة عن مستقبلكم ومشترك وده حاجة مهمة جدا جدا تالت حاجة كمان أنت لازم بشكل واضح أن أنت تقولها كلام حلو وتمدحها يقولي يا مولانا ما بتفرقش بس كامل معي بس ما تجريش بسرعة كده ما تزهقش إيه اللي حاصل امدحها واسنع ليها وقولها كلام حلو كلام حلو عن ما ظهرها وكلام عنها كامرأها وكلام عنها كونسة ما ينفعش تجيري دوقتي تقولي يعني أكذب يا مولانا ما حد تترب منك تكذب أنت بتقولي أنت بتنفذ قوله وتعالى وقوله للناس حسنة فبتقولها كلام حسن بتقولها كلام حسن أصل أنت دلوقتي بتقولي إيه أصل يا مولانا هي تغيري تعمى كانت عني من الزواج بعد ما تعمل الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي روح وحاورها بقى قعد معها كتير كل ما تقعد معها كتير كل ما هي تحس أن هي ما بقتش تخاف فساعدها مش هتغير كتير يبقى الأربع حاجات اللي أنا قلت لك عليها دي هي اللي هتساعدك أن أنت تقلل لغيرة مش هيساعدك اللي تقلل لغيرة أن هي تشيري كلام الفارغ ده من دماغها لا اللي هيساعدها على أنها تقلل لغيرة أنها تحس بالأمان نقطع السطر حاجات اللي أنا قلت لك دي هي أفضل حاجة تتعمل عشان تغير غيرت الست يبقى تعالى كده بس ننتنى عن الحياة التي تسبب لها لغيرة تاني حاجة نقول لها كلام حلو تالت حاجة ببساطة نكلمها عن المستقبل وأبداية العلاقة أخر حاجة ببساطة خالص أن نحن يفضل معنا حوار ونتكلم فيه عن المستقبل والسعادة لو عملنا كده إيه اللي حاصل الحياة هتختلف هتختلف ليه لأن هي حست بالأمان حست أن زوجها شايفها جميلة شايفها أنثة فلما تحس أنها شايفها كده ييه اللي غيرتها لأنها في الغالب الغيرة بتتولد إزاي الغيرة بتتولد من أني شكل حلزوني كده بتعملها للمرأة هو شايف الست دي وعجبته ولما تعجبه وقال لي هيحصل هيفرط فيه فأنا أغير عليه عشان ما يفرطش فيه طب لو بينت لها أن أنت متمسك بيها طول حياتك واستمرت على ده وهي شايفته في أفعالك وشايفته كمان في كلامك وشايفته كمان في تجنبك أن أنت تعمل حاجات اللي بتصيرها وبتضيقها وشايفته كمان في أعدتك معاها الأعدة اللي مليانة جماله ومليانة محبة ومليانة ود وشايفته كمان في سنائك عليها أظن الغيرة عتقل كتير وأنا فكرة من الناس اللي ما بيساعدوش الناس أن يدعو لهم أن يا رب مراتك ما تغير عليك أبدا ده أما على فكرة من الحاجات اللي قد تكون في بعض الأحيان مضرة أن البيت فيه قدر من الغيرة عشان الناس تحس أن هما لسا مهمين لبعض فيه فكرة بتحصل أن الناس لما بتقل غيرتهم على بعض بيبقى دوة مؤشر خطر على الحياة الزوجية أن لو ما حدش بيغير على التاني بالعكس فيه زوجات كتيرة بتجي تشتكي بتقول جوزي ما بيغيرش عليها فيه أزواج كتيرة بيروحوا لست أول الشبكة اللي بترميها عشان تستطده هي أن هي بتغير عليها انت تكلم مين وهي من هاش علاقة بيه وهو يكون محروم من أن هي عنده زوجها تغير عليها ليه طيب؟ لأن زوجته مو من شغولة بالأولاد وبالأطفال فما قدش تهتم بيه الحياة دي مهمة جدا جدا نحن نفهمها عشان ده هيكون سبب لصلاح الحياة الزوجية لأن حتى حضرة النبي لما تكلم عن الغيرة تكلم عنها وهابتكلم عنها بالتزان فقال أتعجبون من غيرة ساعة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرر إن الإنسان يكون بينهم غيرة وإلا هيعبروا عن حبهم وعن حباروا عن إزاي عن حرصهم إن زوجهم يكون لهم حتى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة قال غارة أمكم ولم يكن وحرام للغيرة ولا يجلس أخير البيانة عن وقت الحاجة